أهلا بحضراتكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمام الدولة الكبير بالصناعة وبدعمها وتسهيل كل المعاوقات التي تواجهها مشددا على أنه سيتم الانتهاء من إزالة كافة المعاوقات القائمة في مواجهة الاستثمار كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال استتاحه عددا من مشروعات الهيئة العامة لاستثمار جدية الدولة في تناول المشكلات التي تعوق الاستثمار والتصدي لها احنا بنبذل أقصى جهد في ظل الظروف اللي احنا بنتكلم عليها دي وهي ظروف كانت قاسية على الدنيا كلها على العالم كله على دول صناعية متقدمة واقتصاديات متقدمة جدا عندها وفرة في كل شيء لكن الأزمة بتاعت كورونا والأزمة بتاعت الأزمة الروسية كانت لها صدمة كبيرة جدا جدا على العالم وعلينا لكن احنا حاولنا بقدر الامكان وبنحاول ان يكون اقل تأثير ممكن وإحنا ان شاء الله يمكن اتصور شهر او اتنين بكتير نكون كل المعوقات اللي قبلنا بنتكلم فيها تكون خلصت اشتركوا في القناة